اشتركوا في القناة ومن الميدالية الملونة في دورة الألعاب الرياضية الثانية في دول مجلسها التعاون لدول الخليج العربية يحرزها ثلاث ميداليات برونزية وذلك في مسابقة رفع الأثقال والتي انطلقت رسميا يوم أمس على صالة الأمير السعود بن جلوي حيث نجح الرباع الشاب عبدالله يحيى في إحراز ثلاث ميداليات برونزية لفئة الخطف والنتر والمجموع للفئة الوزنية 56 كيلوغرام ونبقى مع أخبار دورة الألعاب الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي حيث حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزا مستحقا على شقيقه القطرية ب 31 هدفا مقابل 25 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في الدمام وكان شوط المباراة الأول قد انتهى لصالح منتخبنا الوطنية ب 14 هدفا مقابل 10 أهداف وفي منافسات الكرة طائرة بذات البطولة وصل منتخبنا الأول مسلسل انتصاراته بعد نطاحها بصاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودية بثلاثة أشوط مقابل شوط واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة ليرفع الأحمر الوحريني رصيده إلى ثماني نقاط ويقترب من المحافظة على لقبه الخليجي حيث يواجه يوم غد نظيره المنتخب العماني في آخر مبارايته بالبطولة أقيمت أولى فعاليات موسم قفز الحواجز بإقامة الدورة التدريبية الأولى على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة وسط مشاركة كبيرة من قبل فرسان المملكة من فئة الناشئين والكبار والتي اتخذ لها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كافة الترتيبات لإنجاح الدورة الأولى انطلقت البطولة التدريبية بإقامة مسابقتين حيث تمكن الفارس يحيى أحمد على الجواد اي ثورست من تحقيق المركز الأول في المسابقة الأولى وتوجه الفارس أحمد منصور على الجواد دوردو بطلا للمسابقة الثانية عقد يوم أمس اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم في فندق أرتروتنا بجزر أمواجة وذلك برئاسة لساعدة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم حيث شهد الاجتماع حضور جميع الأندية التسعة عشر عدان ديئي أقلالي والاتحاد وتم خلال الاجتماع الموافقة على انضمام الاتحاد البحريني لكرة القدم لعضوية الاتحاد الخليجي والذي يترقب إعلان تأسيسه خلال الفترة المقبلة بفكرة من قطر التي ستكون مقرة للاتحاد ترجمة نانسي قنقر